بهدف حشد ملياري دولار لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن تنظم الأمم المتحدة مؤتمراً للمانحين في مدينة جنيف السويسرية المؤتمر يأتي في إطار خطة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يقارب من 12 مليون شخص في اليمن والتي أعلن عنها العام الماضي ولم تلقى استجابة من الدول المانحة إلا بنسبة 14% من المبلغ المقدر ما يعني أن الفجوة التمويلية بلغت ما يقارب 86% أي حوالي مليار وثمانية ملايين دولار المؤتمر الذي يعقد بتمويل ودعم من حكومتي سويسرا والسويد سيشارك فيه وزراء خارجيتهما والأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كما سيشارك فيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ومسؤولنا حكوميون مصادر تحدثت عن أن ما يقرب من خمسين دولة وعشرات المنظمات الإغاثية والإقليمية والدولية ستشارك في الاجتماع أيضا لتقديم رؤيتها بشأن إنقاذ الوضع الإنساني ومساعدة النازحين داخليا بسبب الحرب ومواجهة خطر المجاعة الذي يهدد البلاد دولة الكويت وعبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف كان أول من أكد مشاركة بلاده في أعمال المؤتمر بوفد رفيع المستوى بهدف رفع مستوى دعم توجهات الأممية المخصصة في اليمن ترجمة نانسي قنقر